انتي شايفة انه ازاي ده ممكن يحدث الفارق وجود مصر في المحافل الدولية الخاصة بتصميم الازياء ده ممكن ازاي يأثر وانتي بتتكلمي عن انه يكون في الروح المصرية والهوية المصرية جوه التصميمات ده ممكن يفرق ازاي وين لصورتنا بره ازاي بوسي انا مصرية قوي يعني حتى اهلي وجدي وجدتي وكلهم دايما فمن وان صغيرة بحب قوي ان انا اشتغل بقوز اكبر مني ان هو مصر ليه من اعملش حاجة لبلدنا ليه من يعني كنت بتدايق قوي من عودة الخواجة ان هو ليه انتي عندك ممكن يبقى عندك منتج زي المنتج الاوروبي او الامريكاني وممكن يكون احسن كمان لان انا حتى ركزت ان انا طور من حتة الكواليتي كنترول هي دي النقطة الفريقة يا فريدة انه خلينا نكون مجتمعين انه الناس لما بتلاقي منتج مصري الجودة فيه احسن اللي يقدر ان هو يسافر ويشتري لأ بيشتري المصري ويبقى فخور انه بيلبس المصري طبعا وده انا لقيته فعلا طبعا يعني حاجة متغيرة في السوق وفي يعني شايفة من اقوى الستات اللي في الوطن العربي اللي ليهم اكسس لكل البرانتز في العالم دلوقتي بيقولوا لا احنا عايزين نلبس تمرازة فدي بحد ذاتها انا شايفيها قوة لانه انا مفروضة عملت البرانت انها غير انها بتمسل البلد غير انها بترجع مصر خارطة الموضة العالمية بتوري الدقة والتفاصيل انا عديت مرحلة انها هوبي ناهوية بقيت دلوقتي بقى التركيز تصنيع بقى التركيز دايما اتي قلتي في اول الانتروداكشن قلتي ميدن ايجيبت صنعة في مصر لانه حقيقي انا شايفة ان احنا بنتطور وانا لما ابتديت من 11 سنة حبيت ان انا اوري لكل الفاشن اندستري كل مجال الموضة انه اي حاجة ممكنة وكنت كوني صغيرة انا ابتديت في شاركت في اسبوع الموضة في لندن وانا عندي 21 سنة فكنت صغيرة جيدة الكلام ده من 11 سنة فمبسوط انه لسه بيقولولي اللقب المصممة الازياء المصرية الصغيرة لان انا حسن في المجال طبعا لسه قدامنا مشوار طويل بس يعني انا حسن ان احنا نوعا ما بنحاول ان احنا نركز يعني حتى موكب الكباش موكب الموميوات دي كانت واجهة مشارفة لمصر في العالم كله فانحنا هو مش بس ان احنا ومش بس نحط الازياء الفراعنة فيها السمبليسيتي وفيها التفاصيل وانتي نجحتي في توظيف ده في موكب الموميوات وفي الكباش والناس كانت عينيها الحقيقة حتى على فكرة اللي مش فاهم قوي في تفاصيل الموضة والازياء لكن نجحتي في انك تلفتي نظرهم بالازياء زي ما الموسيقى كانت عام الفارق في الحفلة الناس كانت منتظرة انها تشوف ازاي يعني الهدوم هتعبر عن الهوية المصرية تمرزة نجحت في ده في موكب الموميوات وفي طريق الكباش